التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيش مجزء الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعربت مصر عن قلقها البالغ تجاه ما تم الإعلان عنه من إطلاق مصيرات هجومية إيرانية ضد إسرائيل ومؤشرات التصايد الخطير بين البلدين خلال الفترة الأخيرة وطالبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر واعتبرت مصر أن التصايد الخطير الذي تشهد الساحة الإيرانية الإسرائيلية حاليا ما هو إلى نتاج مباشر لما سبق وأن حضرت منه مرارا من مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة على إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والأعمال العسكرية الاستفزازية التي تمارس في المنطقة وأكدت مصر أنها على تواصل مستمر مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة احتواء الموقف ووقف التصايد وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار والتهديد لمصالح شعوبها ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا أن طهران أطلقت عشرات الصواريخ والطائرات المصيرة على أهداف محددة داخل الأراضي المحتلة وأفاد تقرير لوكالة إرنا أن الصواريخ الباليستية استهدفت العديد من الأهداف من ضمنها قاعدة نيفا تيم الجوية جنوب الأراضي المحتلة التي تقع في منطقة سحراء النقب بالقربي من مدينة بئر السبع وتعد القاعدة الرئيسية لطائرات F-35 الإسرائيلية أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إيران أطلقت أكثر من 300 طائرات مصيرة وصاروخ على إسرائيل وأضف المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه تم اعتراض العديد من المصيرات والصواريخ بعيدا عن حدود إسرائيل لافتا إلا أن عددا محدودا من عشرات الصواريخ أرض أرض الإيرانية سقط في إسرائيل مما أدى إلى إصابة فتاة وإلحق أضرار بمنشأة عسكرية في الجنوب أعلن رئيس الأمريكي جو بايدن أن القوات الأمريكية ساعدت في إسقاط كل المصيرات والصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل تقريبا وأضف بايدن في بيان أنه أكد مجددا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو الدعم الأمريكي الثابت لإسرائيل وذكر بايدن أنه سيدعو قادة مجموعة السبع اليوم إلى تنصيق رد دبلوماسي موحد على الهجوم الإيراني يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة اليوم بناء على طلب إسرائيل في أعقاب إطلاق إيران أكثر من 200 مصيرة وصروض ضدها وكان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان قد دعا إلى عقد اجتماع لإدانة إيران أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش الهجوم الإيراني على إسرائيل داعيا إلى ضبط النفس والوقف الفوري للأعمال القتالية وقال جوتيريش في بيان أنه يشعر بقلق شديد إذا الخطر الحقي المتمثل في التصعيد المدمر على مستوى المنطقة كما حتى جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب أي عمل قد يؤدي إلى مواجهات عسكرية كبيرة على جبهات متعددة في الشرق الأوسط أعربت السعودية عن باله قلقها جراء تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة إنعكاساته ودعت السعودية في بيان صادر عن وزارة الخارجية كافة الأطراف للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعبها مخطر الحروب وأكدت الوزارة موقف المملكة الداعي إلى ضرورة اطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين لا سيما في هذه المنطقة بالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي ستكون لها عواقب وخيمة في حال توسع رقعتها قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد يدين بشدة هجوم إيران بمصيرات وصواريخ على إسرائيل وضف بوريل أن الهجوم الإيراني يشكل تصعيدا غير مسبوقة وتهديدا خطيرا للأمن الإقليمي ومن جانبه دعا المجلس الأوروبي شالي ميشال إلى بذل كل ما هو ممكن لمنع تصعيد إقليمي جديد مشددا على ضرورة تجنب إراقة مزيد من الدماء رفض القضاء الإداري الفرنسي طلبا قدمته منظمة العفو الدولية من أجل الحصول بشكل عاجل على تعليق تسليم الأسلحة الفرنسية لإسرائيل بسبب العضوان على قطع غزة وتقدم الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية بشكوى هذا الأسبوع إلى جانب رابطة حقوق الإنسان لمحاولة إجبار الحكومة على تعليق ترخيص تصدير بعض المعدات الحربية إلى إسرائيل حتى تتمثل لتعهداتها الدولية ويشمل هذا الطلب ترخيص تصدير المعدات العسكرية المستخدمة في المدفعية بتحديد الأهداف وأيضا المستخدمة في التصوير وردارات وذلك استنادا إلى الموقف الأخير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي طالب بوقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل شهدت شوارع تل أبيب السبت تظاهرات حاشدة احتجاجا على سياسة حكومة بن يمين نتنياهو بشأن التصعيد الجاري مع قطع غزة وطلب المتظاهرون بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة وإبرام صفقة لتبادل المحتجزين الإسرائيليين في قطع غزة في أسرع وقت هذا وأعرب أهل المحتجزين عن قلقهم من تضرب المصالح العامة والشخصية لرئيس الحكومة الإسرائيلية بدأت أوكرانيا أعمال لبناء مفاعلين بتصميم أمريكي في منشأة الطاقة النووية بغرب البلاد عقب هاجمات روسية مدمرة على شبكة الكهرباء لديها ووضعوا مال في محطة خيمينيستكسي للطاقة النووية نهاية الأسبوع الماضي حجر الأساس للمفاعلين الذين سيستخدمان التكنولوجيا أمريكية ووقودا أمريكي المصدر ويهدف المشروع إلى تعزيز أمن الطاقة الأوكرانية وخفض اعتمادها على التكنولوجيا النووية الروسية ترجمة نانسي قنقر